السلام عليكم أخوكم من الجزائر جريدة القبس الكويتية إصدار 6 نوفمبر 2023 رئيس مجلس العلاقات العربية والدولية محمد الصقر الفلسطينيون يواجهون حرب إبادة وتصفية عرقية نحيي صمود الشعب الشقيق وتضحيات البطولية في مواجهة العدوان الوحشي العدوان يتواصل بدعم مخزن وفاضح من قوى وأعداء الحريات وحقوق الإنسان العدوان على غزة كشف زيف منظومة القيام والقوانين الدولية محاولات مستومرة لتصفية القضية الفلسطينية بالقتل والترهيب والتجوئية ثلاث لاءات لا لتصفية القضية الفلسطينية لا لتهجير الفلسطينيين من مواطنهم لا لاختلال منظومة القيام الدولية استخلاص العبر صرح السيد محمد جاسم السقر إلى أهمية استخلاص أمتنا العبر واستنتاجات السياسية والقانونية والأمنية المناسبة لما كشفت عنه أزمة العدوان الإسرائيلي على غزة من غياب بل وزيف توفر أي اعتبال من شمولية وعالمية منظومة القيام والقوانين الدولية التي تحمي وتنظم العلاقات الدولية والحريات العامة وحقوق الإنسان لدى القوى والمؤسسات والتنظيمات الدولية الفيديو